كابتن حمد الحرس عنده مشكلة السنة دي في الدوري بداية مش جيدة خسارة من سموحة على ملعب حرس الحدود فيه الانيسة صعدة شايف المطشي جاي صعب مع الاتحاد انا شايف ان الظروف هتخدم الاتحاد اكتر يعني سموحة لما لعبت حرس الحدود هي ما كانش لسه شافت لهم اي مباريات معرفوش بيشتغلوا ازاي مع كابتن يوسف اول مطشي ليهم بالنسبة لهم ففريق بالنسبة له عارف انت مش عارف عنه اي حاجة فكانت المباراة لعب شخصية سموحة كابتن احمد سامي لكن النهاردة بابا فاسيليو هيتفرج على مباراة سموحة وحرس الحدود هيبتدي يشوف محمد يوسف بيشتغل ازاي هيشوف نقاط القوة الضعف هيشوف ايه المشاكل اللي موجودة في حرس الحدود ويشتغل عليها فده انا بقول ان انت النهاردة ده كان نفس القصة في مباراة بيرامدز وبيتروجيت برضو بيرامدز بيلعب بيتروجيت ما يعرفش عنه اي حاجة ما عندوش اي داتة عنه ما يعرفش من اللعبة الكويسة النهاردة لما بيتروجيت هيجي يلعب المباراة التانية مع مودرن سبورت هتلاقي كابتن طلعت يوسف اتفرق وشاف بيشتغل ازاي وهيشوف سيد عيد بيشتغل ازاي وان الفريق منظم وان الفريق بيلعب كرة على الارض بيلعب الباص القصير بيطلع مع بعض كلهم بيردوا بيلعبوا كرة قدم حديثة فعلا وبشكل كويس فعشان كده انا بقولك اه حرس الحدود المباراة دي هيقابل صعوبة اكتر قدام الاتحاد عن سموح لان انا زي ما بقولك الاتحاد اتفرج عليهم هيشتغل عليهم بالشكل اللي هو شافه بيشتغلوا بيهم ازاي هلعبوا على السادس كندرية فكل كده النهاردة المباراة يقولك هتعلم ملعب الحرس فعشان كده انا بقولي ان المباراة دي الاتحاد ظروفه افضل من سموحة لما لعب حرس الحدود فالمباراة تبقى صعبة على الحرس اكتر من التحاد سكندرية